موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأصلي وأسلم على خاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم والسن بسنتهم إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج قراءات ومعاني نبدأ الحلقة إن شاء الله تعالى بوسط سورة المؤمنين في الآية الرابعة والأربعين قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون يخبر الله سبحانه وتعالى عن رسله أنه أرسلهم عز وجل تباعا أرسلنا رسلنا تترا يتبع بعضهم بعضا كلما دعا رسول أمته كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك والدمار وجعلنا ما كان منهم أحاديث تاريخا وذكريات هنا كلمة تترا في هذه القراءة وهي قراءة الجمهور ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما الجمهور قرأوا بألف يعني هنا على وزن فعلة يعني دون تنوين مثل دعوة وسلوة فالألف للتأنيث مثل ذكرى فهو ممنوع من الصرف أما ابن كثير رحمه الله تعالى وابن عم العلاء البصري وكذا أبو جعفر من العشرة فقرأوا بالتنوين ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمت الرسولها كذبوه تترا كلما هي لغة كنانا قالوا على كلا القراءتين أو في القراءتين معا هذا منصوب على الحال من رسلنا فإما بالصرف والألف الممدودة المنونة وإما بالألف المقصورة ولم أجد فرقا بين القراءتين وهنا فائدة بالنسبة للرسم القرآني أنتم تجدون أن كلمة مكتوبة في القرآن بالألف الممدودة في كل المصاحف هكذا كتبت بالألف الأصلية مع أنها في قراءتنا وقراءة الجمهور بألف التأنيث المقصورة وشأن ألف التأنيث المقصورة أن تكتب بصورة يا مثل تقوى ودعوة طيب لماذا كتبت هكذا يعني لعل كتاب المصاحف راعوا كلتا القراءتين بمعنى أنهم كتبوا الألف بصورتها الأصلية لصلوحية نطق القارية على كلتا القراءتين وهذا من بديع إتقان كتبة المصاحف فهم يعمدون إلى الرسم الذي يتناسب مع جمع القراءات فلو أنهم كتبوها بالألف المقصورة لا عسر ذلك بالنسبة لتنوينها يعني وهي في ظاهرها ممنوعة من الصر ولكنها كتبت بالألف الممدودة حتى لإمكان قراءتها على القراءتين والله أعلم الآية الخمسون بعدها يحكي الله تعالى عن ابن مريم وأمه فيقول عز وجل وجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين فجعل الله مريم عليه السلام وعيسى عليه السلام آية في خلق عيسى عليه السلام وحمى الله عز وجل ابن مريم وأمه فآواهما إلى في بيت المقدس في ربوة مرتفع من الأرض طبعا كلمة ربوة هنا إما بالضم وإما بالفتح وإما بالكسر يعني يجوز في الرأي الحركات الثلاث قراءتنا وهي قراءة ابن عامر أيضا قراءة عاصم ابن عامر بالفتح ربوة الباقون قرأوا بالضم ربوة طيب ننتقل للآية الثانية والخمسون قال الله سبحانه وتعالى وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ مثيل هذه الآية ما مضى في سورة الأنبياء وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في هذه الآية التي هي آية المؤمنين فيها ثلاث قراءات بخلاف آية سورة الأنبياء فتلك اتفق القراء على قراءتها بالكسر وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ هنا الجمهور قرأوا مثل سورة الأنبياء بالكسر وإن هذه فيجوز أن يكون ذلك خطابا للرسل أو أن يكون خطابا للمقصودين بالنذارة على الوجهين لأن الله عز وجل قال قبلها يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّةُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فهنا الفتح وفتح الهمزة بتقدير لامكي يعني تعليلي المعنى لكون دينكم ديناً واحداً لا يتعدد المعبود فيه وَكَوْنِي رَبَّكُمْ فَاتَّقُونِي وَلَا تُشْرِكُوا بِي غَيْرِي فهذا يكون خطاباً للرسل والمراد طبعاً الأمم أو خطاب لمن عناهم القرآن لمن خاطبهم القرآن الكريم قرأ ابن عامر رحمه الله تعالى بقراءة قريبة من قراءة الجمهور لكن بفتح الهمزة وتخفيف النون وَأَنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنْ المفتوحة يعني واسمها طبعاً ضمير شأن المحذوف والخبر الجملة التي بعدها معنى هذه القراءة كقراءة الجمهور سواء بسواء قراءة عاصيم وحمزة والكساء وخلف بالكسر يعني أولئك قرأوا بالفتح الجمهور قرأوا أن هذه أما نحن فنقرأ بالكسر وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ كَسْرَ الْهَمْزَةِ طيب كسر الهمزة هنا لأنها واقعة في حكاية القول يعني يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعملوا صالحة إني بما تعملون علي وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا فهي في حكاية القول وحكاية القول يكون بالكسر أو هي مستأنفة يعني هذا الوجه الثاني فهي تكون مستأنفة وإن هذه يعني على معنى قراءة الجمهور فإذن لأنها مقول القول جاءت بالكسر أو لأنها في معنى لامكي كما مر في الوجه الأول وأن هذه أمتكم أمة واحدة طيب ننتقل للآية بعدها الآية 67 قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين مستكبرين به سامرا تهجرون هذا يعني في الحديث عن أهل الشرك يعني فهم مستكبرون سامرا تهجرون هنا الكلمة تهجرون نبين وثم نبين المعنى قرأ الجمهور هنا بفتح التاء وضم الجيم مأخوذ من الهجر يعني الهجر بإسكان الجيم بمعنى الصد والقطيع مستكبرين به سامرا تهجرون يعني تصدون وتقطعون أو هو من الهجر يعني من الهجر يعني بفتح الجيم وليس من الهجر بإسكان الجيم من الهجري بفتح الجيم معنى الهذيان والنطق بالكلام الساقط بسبب المرض أو الجنون يعني قرأ نافع رحمه الله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون تهجرون بضم التاء وكسر الجيم مأخوذ من هجر هجارا إذا نطق بالكلام القبيح فالمعنى قد كانت آياتي تتلى عليكم أيها المستغيثون من العذاب لأنهم يجأرون في يصرخون من شدة العذاب فالله تعالى يخاطبهم وهم يعني يجأرون يستغيثون أيها المستغيثون من العذاب كنتم أنتم من قبل تعرضون عن هذا القرآن الذي أنزلناه ولم تكتفوا بهذا الإعراض بل كنتم متكبرين على المسلمين بالبيت الحرام عند الكعبة وكنتم تتسامرون بالليل حول الكعبة فتستهزئون بالقرآن تصدون عنه وتتكلمون بالكلام القبيح المتعلق به أو متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فهم يستهزئون بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبتعاليم الإسلام وينطقون خلال سمرهم بالقول الباطل الذي يدل على مرض قلوبهم وفساد عقولهم فهنا إذن تهجرون بمعنى تصدون وتقطعون وتأتي بمعنى يعني تقولون كلاما كالهديان أو كلاما قبيحا فحوت القراءتان المعاني المتصلة بهذه بما كان في سمرهم من معارضتهم ومشاقتهم لما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يكون من باب إقامة الحجة عليهم وهم في نار الجحيم نسأل الله العافية ننتقل للآية الثانية والسبعون يقول الله سبحانه وتعالى أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَجُوا رَبِّكَ خَيْرُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ هل تسألهم من وراء هذه الدعوة التي تدعو إليها تسألهم مقابل ممالا تسألهم خرجا أو خراجا قرأ الجمهور أم تسألهم خرجا فخراجوا خرجا في الأولى خراج في الثانية فخراجوا ربك خير وقرأ ابن عامر خرجا فخرجوا ربك خير أم تسألهم خرجا فخرجوا ربك خير وقرأ حمزة والكساء وخلف أم تسألهم خرجا فخراجوا ربك خير قراءة الجمهور توجيهها على اعتبار تراد في الكلمتين فجاء على التفنن في الكلام تجنبا للإعادة أم تسألهم خرجا فخراجوا فتنوع اللفظ من باب مراعاة عدم التكرار يعني لأن هناك قرب بالنسبة لللفظتين طبعا بخلاف مثلا قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله هنا طبعا في الآية التي هي آية سبأ هذه لفظ أجر أعيد بعد ثلاث كلمات فليس هناك تتابع طيب هل ثمت فرق بين الخرج والخراج؟ ابن الأعرابي وهو من أهل اللغة يرى الفرق بينهما بأن الخرج الإتاوة على الذوات والخراج الإتاوة على الأرض الأرضي يعني المال الذي يكون على الذوات وأما بالنسبة للكلمة خرج فإن هذا يطلق على ما يكون من مال الأرض وقيل أيضا الخرج ما تبرع به المعطي والخراج ما لزم أداؤه وكما قال الزمقشري الوجه أن الخرج أخص من الخراج يعني يريدون بأن الخرج أعم يعني في العبارة كما يقول مثلا يعني خراج القرية وخرج الكردة يعني زيادة يعني قالوا زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك يعني بعضهم قدم قراءة من قرأ خرجا فخراج ربك خير والمعنى أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الكثير من عطاء الخالق سبحانه وتعالى يعني فكان التباين بين اللفظين أن الأول دل على القليل والثاني دل على الكثير ومنهم من يرى أن هذا من باب الترادف ليس إلا لكن يعني تغيرت الكلمة من باب التفنن لعدم التكرار تكرار الكلمة والتعويل على التفريق بينهما هو الأصل يعني هو الأحسن والأفضل لماذا؟ لأن الأصل في اللغة هو عدم الترادف وحتى دعوة الترادف في القرآن الكريم دعوة فيها نظر عند جمع من المحققين وبالتالي فإن التفريق بينهما هو الأولى كما ذكر ابن العرابي رحمه الله تعالى ووافقه على ذلك بعض أهل اللغة من التفسير كما ذكرنا ذلك عن الزمخشري والله أعلم ننتقل إلى الآية السابعة والثمانون قال الله سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون طبعا هذه الآيات جاءت في معرض السؤالات التي هي سؤالات تقرير عن الربوبية في إثبات الإلهية بدأت بقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون طبعا فيها قراءة أفلا تذكرون تذكرون قراءة بالتخفيف قراءة حفص ومن معه حفص وحمزة والكسائي تذكرون بالتخفيف قراءة الجمهور بالتشديد تذكرون الشاهد أن في هذه القراءة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله لا خلافة بين القراء في أنه سيقولون لله بالأولى هكذا سيقولون لله أما الثانية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون الجمهور قرأوا بلا ملجر لإسم الجلالة سيقولون لله على حكاية يعني حكاية طبعا لجوابهم المتوقع بالمعنى لا باللغو طبعا هو لأنه قال قل من رب من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الظاهر في الجواب الله سيقولون يعني الله رب السماوات ولكن قالوا جاءت قراءة الجمهور لله على اعتبار أنه الرب هو المالك سبحانه وتعالى فهو الذي يملك فكان الجواب بالمعنى لا باللغو قرأ أبو عمر بن العلاء البصري ومعه يعقوب الحضرم في الموضعين سيقولون الله يعني قرأوا هكذا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسحرون ففي الموضعين قرأ أبو عمر ومعه يعقوب هذين الموضعين الأخيرين يعني وابي الله وهي قراءة أهل العراق الباقون قرأوا لله طيب لا خلافة في طبعا لا خلافة في الأول الذي مضى معنا فكان الجواب والجواب هناك متسق قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله فالجواب جاء متسقا يعني مع السؤال لمن الأرض فكان الجواب لله طبعا هنا قراءة بعمر بن علاء البصري ومن معه يتسق في اللفظ مع الجواب من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض سيقولون الله فقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أيضا سيقولون الله فجاء الجواب على لفظه في قراءة أبي عمر وجاء الجواب بالمعنى في قراءة لله عز وجل باللام فمن قرأ لله باللام في الأخيرين أراد بذلك الملكة يعني وجوابا بالمعنى ومن قرأ الله هو أبو عمر ومن معه فإنه جاء متسقا مع الجواب من رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم أي كل يعني سيكون جوابهم الله سبحانه وتعالى رب السماوات وهذا طبعا الجواب على تقدير اللام في السؤال طبعا يعني القرطبي رحمه الله تعالى استشهد ببيت من الشعر إذا قيل من رب المزالف والقراء ورب الجياد الجردي قلت لخالدي أي لمن المزالف المزالف طبعا البراغيل البلاد التي بين الريف والبر الواحدة منها مزلفة لخالدي على اعتبار أنه في السؤال كأنه في يعني لمن يعني السماوات والأرض فهذه الآيات طبعا جاءت أيضا جاءت على يعني في معرض جواز الجدال جدال الكفار لإقامة الحجة عليهم فالله سبحانه وتعالى يعني سألهم سؤالات تتعلق بالربوبية فكان الجواب عليها بالإيجاب يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو رب ذلك كله وممالك كل ذلك كله فهذا فيه تنبيه على أن المبتدئ بالخلق والمخترع والموجد والمبدع هو الله فإذا هو المستحق للألوهية والعبادة دون سواه سبحانه وتعالى فالآية نبهت على أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو الله سبحانه وتعالى فإذا كان الله هو المبدع وهو الموجد وهو المقترع فهو المستحق للعبادة جل جلاله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في آية القرآن الكريم أيها الأحب الكرام في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن يعيننا وإياكم على حسن تدبر القرآن العظيم اللهم فقهنا في كتابك اللهم أعنا على تدبر كلماتك وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة